من جديد الميليشيات الموالية لإيران في مرمى التهديدات الأمريكية بعد القصف الذي تعرضت له مواقعها سواء داخل العراق أو قرب الحدود العراقية السورية حيث حذرت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة عادل عبد المهدي ببيان جديد لهجته أقرب إلى التهديد منه إلى التحذير من أنها ستتخذ إجراءات عسكرية صارمة وفورية إذا ما تعرضت القواعد الأمريكية المنتشرة في العراق لأي هجوم وكانت قاعدة التاج الواقعة شمالي بغداد التي تضم قوات من التحالف الدولي تعرضت لقصف صاروخي أودى بحياة جنديين أمريكيين ومجندة بريطانية تهمت به ميليشيا حزب الله قبل أن تشن الطائرات الأمريكية هجوما عنيفا ضد مواقع الميليشيا في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى ويؤكد مختصون في الشأن العراقي أن هذه الهجمات ازدادت وتيرتها عقب زيارة مسؤول الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وأنها تأتي في سياق ثأر طهران من القوات الأمريكية التي قتلت طائراتها قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني الماضي قرب مطار بغداد الدولي لتتصاعد بعدها لهجة التهديدات الإيرانية ولهجة أذرعها من الميليشيات وفرق الموت الطائفية المتعهدة بطرد القوات الأمريكية من العراق والمنطقة ثم قامت الكتل السياسية الشيعية في البرلمان بتبني مشروع قرار يطالب الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق في جلسة خاصة بهذا الشأن لم يكتمل فيها النصاب بسبب تخلف الكتل الكردية والسنية عنها تحذير الخارجية الأمريكية الجديد للحكومة في العراق من مغبة عجزها وفشلها في حماية القوات الأمريكية الموجودة بطلب منها بالأساس وتهديدات الميليشيات الطائفية لهذه القوات قد ينذر بمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة لحساب إيران وإثقال كاهل الشعب العراقي بأزمات ومشاكل جمة تضاف إلى أعبائه المتمثلة بالأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا الذي يوشك أن يخرج عن سيطرة الحكومة ومنظومتها الصحية المتهالكة